يعطيكم الصحة والعافية معاكم محمد بوريكي الويرابلز حاليا اكثر شي ممكن تتشوفها كتقنية ملبوسة لها انتشار اقدمية بالسوق ايها طبعا لسوارات الرياضية وهني انا معاي الجابون اوب ثري من شركة جابون وموديلها اوب وهي اصدار الثالث في منها موديلات مختلفة بس هذي انا اللي استخدمتها خلال فترة اللي طافت وصراحة عطتني انجازات شي وايد وايد ما كنت متوقعها استخدمت انا الاول اصدار وكانت تعطيني تغريب النفس المميزات بس هنا عندنا وايد استشعارات يديدة واحدة من الشغلات العجباتني وايد ايها كفية شلون ايها تقدر تقيس النوم مالك وشون تقدر تقيس شون انتك تنايب نوم عميق او نوم عادي او نوم سهوان طبعا ممكن تقولون شون تقدر ايها تسوي شي دي على الاستشعارات الموجودة على طريقة الباترن انت تعطيها شلون شغلات انت تتحرك بالليل ما تتقلب معارف ايش فهني ايها بروحة تقدر تقيس مع دقات القلب اذا دقات القلب مالوتك قلت وايد وانت نايم ممكن تكون نايم نوم وايد عميق فهي تقيس لك هذه الامور كلها واول ما تقعد تعطيك مثل الريبورت الصبح عشان شوف دقات قلبك القياس اللي راح يكون بالضبط موجود اكثر من الاستشعارات الدقة كانت معطتني اياها من الساعات الذكية مثل موترولا موتو ثري سكس دي اما قارنتها فيها او الاستشعارات الموجودة على التليفونات نفسها طبعا تقدر تشبكها انت على ايفون او تشبكها على تليفون اندرويد انا استخدمتها مع التليفون الايفون 6s plus ومع تليفون نكسس 6 بنفس الوقت ولاحظت ان ايها كانت تعطيني نفس الاداء من ناحية النظام التشغيلي لان الابليكيشن التطبيق راح تحصلها نفس الشيء لما تيت بتنزل التطبيق تأكد انك تنزل التطبيق لوني بنفس الجي هذا اللي راح يدعم الاب ثري عقب النزل التطبيق لازم انت تشبكها على الشاحن عشان تقدر تلقاها وراح تشبكها طبعا عن طريق البلوتوث فراح يكون السنك وايد وايد خفيف ما راح تستهلك طاقة من البطارية لان البلوتوث ما لها يكون شابك لاتحاطون انها راح تستهلك من الوقت بس انا لاحظت ان في مشاكل اذا انت تحاول تشبكها ايها مع ساعة ذكية بنفس الوقت فلازم تفصلوا واحدة منهم فهو الجابون او الاب ثري او الاسوار الرياضي على سبيل المثال ليش انت تحتاجه او انت ليش تاخذه راح يقسلك الخطوات اللي انت راح تمشيها كل يوم راح يقسلك متى انت قاعد نام متى انت قاعد تقاعد تقدر تخليها ايها اوتوماتيكلي ايها تلقائي تلقاك لما انت تكون قاعد نام وتحول للسليبن او انك انت ما نوري تشغلها حبل السليبن مثل ما انتوا شايفين ما عليها شاشة وهذا شي زين وشين بنفس الوقت زين لانك انت ما راح هي تسوي لك دستراكشن انها راح تلهيك انت خليك انت تستخدمها حق شي غير اللي هي المفروضة تسوي لك هي اللي هي تغيس نبضات القلب استشعارات منها حق الحرارة وفيها طبعا استشعارات اللي تغيس مثل ما قلت لكم حق النوم ما نوم ومعرف ايش فا ما تقدر تستخدمها كطريقة ثانية هذي مساعة هذا سوار رياضي راح تعطيني هني ثلاث لمبات ال اي دي عشان تعطيك ايها ايها شغالة واذا انت تريد ما نوري تحولها حق النوم من المشي الى النوم فوايد وايد بسيط الشي طبعا راح تيك ون سايز فتس اول طريقة التركيب راح تكون صعبة يمكن اول مرة بس بعدين مع الوقت راح تسهل معاك شغلة ثانية تأكد ان جميع الاستشعارات قاعد تحوش ايدك علشان تاخذ قياسات مضبوطة التطبيق نفسه اللي على التليفون راح يعطيك وايد معلومات عن المشي راح يعطيك وايد معلومات عن النوم يعطيك habits اذا انت تقعد تاكل عادل قاعد تشرب عادل لان انت تقدر تدون كل شي تقدر انت تسويه على التطبيق نفسه الطريق المانولي عشان انت تقدر تضيفها فجميع الى صنات تغريبة موجودة ما راح تلقون مشاكل انكم تضيفون حتى الدايت او شغلات اللي انتوا قاعد تاكلونها علشان تتابعون حياتكم الصحية بشكل مناسب فبس الاسوار متوفر عند محلة chip store عندنا بالكويت شي جدا منتاز اذا رحتوا هناك حتقدوا تحصلون حتى chips وبراش فبس سلامتكم تعيشون احمد فعليكي جابون اب 3 فم الله كريم